بعد الانقلاب العسكري في غينيا تخوفت الأسواق من استقرار امدادات خام الألمنيوم وغينيا تعتبر موردا رئيسيا للبوكسايت الذي يعد هما في إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم وتمثل صدرات غينيا من البوكسايت أكثر من نصف وردات الصين من الخام وأدت مخاوف المستثمرين إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات